بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى صحب السلام في كل مدينة ألف مهرجان في كل قرية مئة مهرجان في كل سهل مئة مهرجان وفي كل كدية مهرجان وفي كل واد مهرجانات إن المغاربة يتنفسون المهرجانات كما يتنفس الناس الحواء ولو دخلت إلى أعماق الشعب المغربي وسألته هل اكتفيت بكل حاجاتك وضرورياتك حتى صرت تتنفس المهرجاناتك وقت ثالث للطرفيه فإن الطرفيه يأتي بعد أن تكون قد قضيت كل حوائجك وحققت كل ضروراتك من مطعم ومشرب ومسكن وملبس فيأتيك الجواب صادما لتلك الزفارات والصرخات لتلك الأمواج من البشر التي تأم وجهها شطر هذه المهرجانات أنا عطال أنا بطال أنا لا أجد مأوى أنا مريض أحتاج إلى دواء أتتبع السرطان الخبيث الذي نهش عظمي أنا امرأة كبيرة تحتاج لكي إن شاء الله تعالى ترتقي وتطير نحو بيت الله لتأدية عمرة وهي هناك نعم هي هناك الذي ليس له منزل نعم هو هناك المريض الذي يحتاج له نعم هو هناك من الذي جعلهم وهم في أمست الحاجة إلى أن يحققوا إشباع الضروريات هناك ولا تجدهم حيث يجب أن يكونوا هناك كأني بسياسة استعملت فيها كل الوسائل تضغط على الناس داخل البيوت لأن لا يخطئوا هذا الاحتفال حتى لا يوصبوا بكونهم متخلفين إنها ثقافة يريد أن يرسخها الإعلام الكل يراد له أن يحتفل على طريقتهم الكل يراد له أن يختلط وتختلط أنفاسه بأنفاس الحاضرين المزدحمين أوف أوف مغني من المغنين في إحدى الساحات كتبت بعض المواقع ما يندى له الجبين مراحقات يصبن بالإغماء حينما طلع نجمهم المفضل أوف أوف يصبن بالخشوع إلى درجة الإغماء ما كانت بناتنا المسكينات اللاء تربينا في أحضان أسرة مسلمة تسمع الآذان ما اعتقدنا يوما أن يكون فارس الأحلام لمجرد أن يرى كأن أبواب الجنة الثمانية فتحت لها فلم تتحمل صدمة تحقيق مقصدها ومأرابها وغاياتها وأسمع مانيها فغابت ويزيدك الخبر دهشة حينما يقول فتم على جناح السرعة استدعاء سيارات الإسعاف التي هرعت إلى المكان لنقل بناتنا القاصرات إلى المستشفيات ليحضين بالرعاية أوف لن أنسى إن كنت أنسى في سنة من السنوات الماضية حينما حج الناس بعشرات الآلاف لحضور الجلسة الختامية لأحد الفنانين الشعبيين فلما انتهت الحفلة وهم الناس بالانصراف لم تستوعب طاقة الأبواب الأفواج المندفعة خارجها فسقطوا فماتت مجموعة منهم زحام يؤدي إلى الموت أي غسل لأدمغة المسلمين في بلاد المسلمين يقوم بها من؟ من؟ سؤال من؟ سبعمائة ألف نقفة من له المصلحة في أن تتحول بناتنا إلى أن يؤزها شياطين الإنس أزاء؟ من حول بناتنا القاعدات في البيت الغافلات حينما يسمعن رنة مسيقة أتقاهن تمد رأسها من النافذة فتظل ساعات ترقب مرور المزمار وأهل المزمار فلا تسل عن جموع لسائد بتزوجات وحاجات وقانتات كبيرات وصغيرات ثيبات وأبكارة يملعنا الشوارع من له المصلحة في ذلك؟ من؟ 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 إنني حينما أتدبر هذا الأمر تجدني تتلعثم الكلمات ويضيق الأفق فينطلق الإنسان في حوقلة لا نهاية لها هل تستطيع أن تسمع هذه الجموع التي تذهب إلى هناك بالليل والنهار وقد أخذها الشيطان بلجام يقودها بناصيتها إلى حتفها وهي لا تدري هل من الحكمة والناس غرق في أتون هذه الساعات التي تكثر فيها الزفرات أن تجد كلماتك طريقا إلى آذان الغرق والهلك ممن يخور في لجة جب عميق المخرج منه إلا بتدارك من لطف الله ورحمته إذا شاء من قلنا من قبل إن هذا المهرجان من أية ناحية نظرت إليه وجدته يقوم بعمل يحفر فيه بآثار تبقى بادية إلى يوم القيامة في كل مجالات حياة الأمة فهو يأتي في زمن الامتحانات وقد ذكرت ذلك من قبل وأغلب الذين يذهبون هناك تلامذة وقد أخبرت بأحد الحاضرين أن ثمة من ترك الامتحانات التي تحدد مصير الإنسان عام من الجهد فيترك الامتحان ويذهب إلى هناك ليهان أو لم يجدوا تاريخا آخر إذ كان الإصرار لابد منه لا لا هناك إصرار على التاريخ وهناك شهر شعبان شهر يرفع الله فيه الأعمال إلى الله وقال النبي أحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم وهؤلاء أحب أن ترفع هذه الأعمال إلى الله والله يرفع العمل الصالح أنبه هذه الأعمال هي التي نختم بها الآن شهر شعبان شهر غفلة جاء بين رجب ورمضان وهؤلاء يضيفون الغفلة ويعملون على استغفال الأمة فيضيفون إلى شهر يغفل فيه الناس ما يجعلهم يغفلون ويغفلون ويغفلون كأنهم لا يريدون للأمة وأبنائها أن يستيقظون ولا لأعينهم أن تتفتح هذا في هذا الوقت وهذا رمضان على الأبواب أيستعد الإنسان لرمضان بالتوبة كما نسمع على المنابر لنستقبل شهر رمضان ونحن عازمين على أن نستمر في طاعة ربنا عبر الدخول إلى مدرسة طربوية إيمانية روحية نستقبله بهذا نستقبله بالسقوط والإسفاف شهر رمضان تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه مرادة الشياطين وإذا بمرادة شياطين الإنس تصر على أن يظل الناس بعيدين على أن يعزموا على أن يعودوا إلى ربهم كأنهم بلسان الحال يقولون إياكم 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 إذا نجي المنادي من قبل الله إيا باغي الخير أقبل وإيا باغي الشر أقصر إياك أن تستمع فإذا بهم يصبون على أذانهم الرصاص المذاب فيغلقوا منافذ الآذان حتى لا يسمعون يا أيها الذين آمنوا واطموا الله ورسوله ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدوام بالصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتلة لا تصيب أن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم ونحن نسايره أليس الفن من مقاصده أن يحسن ذوق الناس وأن يخاطب فيهم مشاعرهم ويحرك عواطفهم نحو الخير بالكلمة البانية واللحن الذي يعين على إصار الكلمة ويحببها للناس فهو وسيلة لتحبيب المشروع الذي تريد إصاره ثم ثالثا أليس القادر على أن يفعل ذلك هو إنسان يحب بلده يحب دينه فهو فنان مسلم مؤمن مواطن يريد أن يستعمل الفن للبناء لا للهدم للخير لا للشر للدعوة إلى الفضيلة لا للدعوة إلى الرضيلة فلماذا يحرم هؤلاء وخاصة من أبناء البلد فيستدعى كل ناعق من كل الأرض ويهمل هؤلاء أوليس لدينا من يحسن الكلمة ويحسن الصوت ويمجد الرسالة ويعمل لأجلها هل قدرنا في بلادنا أن تكون الثقافة والفن مرتبط بالهبوط أوليس النبي يقول من لم يتغنى بالقرآن فليس منا أوليس النبي هو الذي يقول لأبي بكر لما نهى الجاريتين في عيد وكانت تضربان الدفة غنيان فقال لأبي بكر دعوهما فإن لكل قوم عيد وهذا عيدونه فلماذا هؤلاء يغيبون وتغيب معهم رسالة الفن الباني لا الله محمد رسول الله ثم ثالثا هذا المال الذي يستثمر في نشر هذا الخنع وهذا الإسفاف ويشجع على رسم كما قال الإخوان هذه القدوات لأبنائنا من مغنيين ومغنيات وفنانين وفنانات وراقسين وراقصات فأصبحت أرى الجموع التي تحضر إلى هؤلاء ينتظرون خروج هؤلاء كانتظار المؤمنين المتشوقين لرؤية النبي الله أنفاس تنحبس هذا المال ينفق لكي يخلق نموذج يقتدى بعيد عن نموذج البناء والصلاح والفضيلة والخير إنه الهز والدز إنه اللهو إنه الاختلاط إنه العري إنه الحرام قدوة في الحرام تسوق الأتباع عياذا بالله إلى ما لا يريد الله دعاة على أبواب لا حل ولا قوة الله من الله لا حل ولا من من أجابهم إليها قذفوه فيها لا حل ولا قوة إلا بالله هذه الفاتورة والميزانية التي أعلن عنها ستة مليار وستمائة مليون سنطيم وقد جلب إليها ألف وخمسمائة فنان مع كل فنان وكعت عقدة بند من بنودها ينص على أنه لا يجوز لهؤلاء المشرفين على المهرجان أن يدلوا للرأي العامي على المبالغ المرسودة لكل فنان ولذلك يقول بعض الخبراء أن هذا الرقم لا يساوي إلا النسبة القليلة من حقيقة الرقم الضخم لأن بعض هؤلاء الفنانين كما عرفنا في المهرجانة السابقة أن الواحد منهم أخذ مليار وأكثر مليار سنطيم للواحد مع ألف وخمسمائة أخي نشقع في العالم كيف تجي مهرجة في ألف وخمسمائة كيف في العالم شي مهرجة هذا الناس محظوظين حول أول أقوتي الله بالله العظيم رابعا لازلت تطالعنا عبر ما يبث من هذه المهرجانات أمور كنا نحذر منها وكان يقال لنا إنكم تحلمون وتجانبون الحقيقة من قال لكم إن الفساد يقع في المهرجانات فإذا بالمواقع أنت على الأرترنات تكشف لنا صورا لشبابنا من الذكور والإنث في عناق وقبولات قيل لنا إن الزوجة مع زوجته ومتى كان للمسلم زوجا وزوجا أن يقبل الزوجة حتى ونصدق في ذلك لكي ينشر هذا إلى الآفاق لحظة والأخوة لله من الله العظيم هذا ما تريدون الآن ترويج أخوة المسلمين إن الصورة لا تكذب وإن الحقيقة ناصعة وإن من يريد أن يغير الحقيقة كمن يريد أن يغطي الشمس بغربان فلم يعود شيئا في زماننا زمان الاتصالات والتواصل والأنترنت لم يعود شيئا يستطيعون إخفاء خامسا أجبا لعبر الإعلاب العموم الذي نموله نحن بأموالنا كم كنا نتمنى منه أن يذيع الآذان فقط وحينما أذيع الآذان انتظرت مرة بعد الآذان أن يقرأ دعاء رسول الله لما ربها في الدعوة التامة فوالله ما قرأ في إحدى القنوات مباشرة بعد الآذان المسلسل حتى احترام الآذان كنا نوجه آذان فقط في بلاد المسلمين هذا الإعلام بقنواته الثلاثة أجمعت وانتفضت من أجل بث هذه المهرجانات والاحتفاليات بالساعات الطوار ويظنون على الإسلام أن تكون له نصف ساعة في الأسبوع تتحدث عن موضوع توجه فيه الأمة إلى الخير الله وعجب إن تعجب أن الإعلام المغربي بقنواته الثلاثة وزيد وإذاعاته زيد وصحفه زيد المكتوبة زيد والمواقع الإلكتروني زيد كلهم 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 واسم الدين تقوم بالأمرين معا أمر الدعاية لهذا هالا مراجا وثانيا المواكبة الإعلامية الهاتفية زوجنا بل أستغرب للاتصالات كيف والمغاربة عندهم تقريب 45 مليون محمول في اليوم الواحد يصيغ طولك 10 أنت على سمس ضربها في 45 مليون يعني 450 مليون اسمس اللي كترس الشركة للزبنة ديالها باش نبههم بإلا راكين مهرجان وراكين مسابقة لربح السيارات وخصك ما تفوتكش لمشاركة في طنبولة حول والاقوة الله الكل يراد له أن يحتفل وأن ينبأ ماذا يريدون من هذا الشعب ما الذي يريدونه من هذا الشعب ما حول والاقوة الله العلي العظيم السادسة تم استدعاء وجوه غريبة إلى المهرجانات رفضت كثير من الدول العربية في مهرجاناتها البسيطة أن تعطيهم التأشيرة هذا العام تم استدعاء الممثل بورتوريكي يعني طب بورتوريكي ريكي مارتن ريكي مارتن شاذ جنسيا فلما رفضت بورتوريكو أن تعترف له بزواجه برجل اضطر أن يتزوج في إسبانيا ويجري العقد هناك في دولة تسمح لهؤلاء قانونا بعقد الزواج فكيف يسمح لهذا الشاذ أن يأتي لبلادنا في ألف وعشر سومح لجون ألطن شاذ واستهزأ بإيسى عليه السلام ورفضت مصر على أحد الكنز التراتيجي مبارك أن تستقبله في مهرجاني فقابله المغرب رغم رفض الناس لا كيف يمكن أن نستقبل رجلا استهزأ بإيسى عليه السلام على كل حال الحديث ذو شجود والأمر الذي تحيط به شبهات كثيرة والرؤية فيها غبش تخطئ الوضوح فتتحدث بغير رؤية متنورة هي مسألة الممولين قيل لنا بأن التمويل ليس من أموال الأمة ليس من الأموال العامة فإذا بنا نقرأ أن الممولين الرئيسيين هي اتصالات الإماراتية التي حصلت على 53% من أسهم الشركة أصبحت الإمارات لحول ولا قوة ألا بالله التي استحوثت على رأس مال قناة ميدي أن تيفي وأصبحت تتدخل في الإعلام لتوجيه الناس إلى ما تريد تحقيقه في الأمة ربي يا ربي يا ربي يا ربي وهناك شركة الاتصالات وهناك شركة إعمار أكبر المستثمرين الإماراتية في مجال العقار إلى جانب ما يسمى بالممولين الثانويين وهم المؤسسات البنكية وكثير من المؤسسات الاقتصادية وبعد ذلك تقول لي كاي ما ستملائر وستمئات مليون وبعد ذلك تقول لي هالشي ما شيء أموال الشعب ما لن يدفع أموال الاتصالات غير المشتركين من المغاربة خلي لي من هالشيك لنا الحكومة وذلك الشيء قال لك إزدنا الآن لا نستطيع أن نتحدث عن هذا لأن لهذا المهرجان أتباعه مزيانة زيدي لم تكونوا تقولون ذلك قبل أن تستوزروا تغيرت اللهجة نعذركم مزيانة نحن نعذركم ولكن نقول للشعب أنت مسؤول بين يدي الله تعالى عن وقتك هل رأيتم عاقلا يرمي بنفسه في الجب ليختنق هل رأيتم عاقلا يرمي نفسه في النار ليحضرق إن رسولنا الأكرم صلوا عليه قال في حديث رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلوات الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه من ما سوى هما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار المؤمن يقذف في النار أهون عليه من أن يعصي الله الذي يؤدي إلى دخول نار نارنا هذه هي جزء من سبعين جزء من نار جهنم ولو لم تضرب في البحر مرتين من تفعتم بها ألا يا أيها المسلمون شبابا ورجالا ونساء إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبد لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آته يوم القيامة فردا ولقد جيتمون فراد كما خلقناكم أول مرة لن تقول يوم القيامة هؤلاء هم الذين غروني سيقولون لك ما يقول شيطان الجن للمسلمي الذي تابعه إني بريء منك إني أخاف الله إني بريء منك إني أخاف الله إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل هكذا يقولون لكم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعل بعضكم بعضا وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرع منهم كما تبرعوا مننا كذلك يريهم الله أعمالهم حسارات عليهم وما هم بخارجين من النار صلى الله على الحبيب محمد